بداية بتهيالي العنوان الأكثر ديبلوماسية إنجاز التعبير إن إحنا هنتكلم على ماتش مبارح ونعلق عليه ونقول إنه كان تعادل بتعم الخسارة طبعا مليون تفصيلة تحت هذه الجملة ده طبعا أقرب وصف لمباراة مبارح لمتخب مصر أمام موزنبيق وإتعادل بهدفين لكل فريق في أولى مبارياتنا في بطولة كأس الأمم الأفريقية الغريب بقى إن الماتش ابتدى بضغط مكثف من جانبنا وإدر مصطفى محمد إنه يخطف الهدف الأول مبكرا لصالح المنتخب المصري في ديئة تانية من عمر المباراة كلنا قلنا بس ده اللي جاي بقى غير مسبوء وحنشوف بسرق قومي منصوب ما حصلش اللي حصل إنه بعد ما نقول ده تسجل مستوى الأداء نزل بشكل كبير جدا بعد الهدف الأول وفي الشوط التاني وفي وقت قليل جدا إدر منتخب موزنبيق إنه هو يسجل هدف التعادل ثم يتقدم بهدف وده كله كان في أقل من حوالي ثلاث دقائق في النهاية يعني قدر منتخبنا إنه هو يواصل لضغطه ويخطف طبعا تاني هدف من ضرب الجزاء لمحمد صراح في ديئة 95 لكن في كل الأحوال إحنا يعني طلعنا من هذا اللقاء بنقطة على كل الأصعيدة جلمت نقطة دي يعني حصلنا على نقطة وجتلنا نقطة بعد انتهاء هذه المباراة لأن الحقيقة يعني شفنا فيها ما لم يكن متوقع بأي حال من الأحوال منتظرين تصحيح الأخطاء اللي حصلت بأسرع وقت ممكن عشان اللي جاي بالمقارنة باللي فات لا ما فيش مقارنة أصلا لما احنا كان يعني دي كانت مبارياتنا أو مباراتنا الأولى اللي المفروض اللي هي في المتناول طب اللي جاي إيه ما لو كنا من لعب السنغال يا حضرات لو كنا من لعب منتخب الجزائر ولا منتخب المغرب في أول لقاءاتنا في النسخة دي من البطولة كان هيحصل فينا إيه أو كان هيحصل معنا إيه لعله خير ونتمنى نبقى فيه فعلة خير منين حنقول حنقول إن في بعض الأحوال عارفة ممكن يبقى الخير جاي منين ودي برضو حاجة حسرت قبل كده إنك تكعبلي كعبالة تستحق إنك توقف أنا مش عايزة تكعبلي ما أنا حقول لك هوا هو لازم تكعبلي عشان ما كويسة في أقدار يا ست كل فيه أقدار أحيانا بتقول قولها لكن واقع زي دي لازم نوقف بعدها وبسرعة ونصحح الأخطاء عشان اللي جاي تاني مش زي اللي فات أمت أمت